طاقتك رح تكون نارية حتى يعني انسى انه انت برج ناري طاقتك رح تكون نارية البرج غير عن الطاقة طبعا اه رح تكون نوعا ما عصبي يمكن احزر من هاي الشغلاء يعني حبيبي هاي الفترة بدنا ننسى كل الابراج بدنا ننسى العصبية هاي الفترة عم بشوفك كتير عم بتكتم في حالك عم تكتم امور كتير حصلت على اسرار كتير عم بتخبر رياكشن تبعك او ماسك حالك بالزور بدك تنفجر باي لحظة ممكن تكون فشايفيتك يعني عم بتحاول تسيطر على الامور عم بتحاول تسيطر على نفسك عشان ما تعصب عشان ما تطلع اللي بقلبك لانو اذا طلعت اللي بقلبك كل اللي حواليك رح يزعله خلينا نشوف اول شي بصفة عامة وبعدين بنشوف عاطفيا خلينا خلينا نقلب الآية بالابراج الماضية كنا نقرأ هادا عام وهاي عاطفية خلينا نقلب نشوف هادا عام وهديك عاطفية الاوراق ان شاء الله يكون شهر خير على الاسد وعالجنية شايف طاقتك كتير حلوة هاي الفترة شايفك عم بتكون كرييتف كتير هو اساسا الاسد مبدع فعم بتطلع هاي الطاقة عم بتطلع شغلات جواتك كنت مخبيها يمكن مواهب عم تهتم هلأ بموهبة معينة او شغلة عندك نقطة قوة كنت بتطنشها او ما كنت تستغلها لون الاصفر طاغي يعني في طاقة في زي ما قلتلك يعني حتكون حتكون ناري الله يستر ما تعصب يا برس الاسد لانو هاي الفترة راح تكون شوي نوعا ما بتحتاج لجلد لصبر فخلينا نشوف لكن الاوراق بشكل عام انا شايفيتها يعني رايحة للأحسن خلينا ناخد كل كرتين فوق بعض عندك هون عم بشوف نهاية ممكن تقول نهاية عمل بداية عمل جديد نهاية مشروع بداية مشروع انجح اه شايفي في عندك كمان اللي هو اه انغدرت من ناس كتير لسه رح تنغدر من شخص واحد ولكن مش عاطفيا لانه هاي القراءة مش عاطفية هذا هذا بشكل عام اه رح تنغدر من شخص اما على صعيد اجتماعي على صعيد عمل اه ولكن هذا السيف نفسه اللي هو انتصر عليك في او كنت موهوم موهوم انه هو انتصر عليك في نفس السيف نفس السلاح رح تستعمله اه ضده. عم بشوفك انه حكيم كتير في هاي الفترة. هاد الكرت طلع مقلوب. اه عم بتحاول يمكن توازن. توازن بين موضوعين. توازن بين اه شغلتين. ولكن اه عم بتحس انه انت ما عم بتحق التوازن لذلك او في عندك فرسطين عم اه بتلتقط وحدة وتترك واحدة. ممكن يكونوا فرسطين عمل او الانتقال من عمل لعمل فعم تختار اه واحد منهم. عم بشوفك هون. ماشي وكأنك اليك كسلان فترة اه ما عندك جلادة ما عندك اه يعني فيه شوية تكسل كنت تمر فيها. شايفيتك بالفترة الجاي بتعوض هذا كل ياته. رح تركض ركض يعني رح تحاول انه اه يعني تعوض الوقت اللي انت كنت قاعد فيه او انت كنت يمكن قاعد اه كنت من يعني بدون عمل وصار في عمل فعم تركض ركض في هذا الموضوع. بشوفك كتير مستعجل على الفلوس كتير بدك اه او بحاجة ماسة اه لمبلغ كبير مش مبلغ صغير فعم بتعم تحصل عليه ولكن اه بجهد يعني بتعب او بعض محاولات. هون بشوف اه قلتلك عم بتطلع موهبة من عندك او فيه سكل معينة انت عم بتطورها في حالك لحتى انك تحصل اما على عمل اما على شيء معين لكن هون بشوفك كتير حلو يعني هاي الفترة عم بتكون كتير يعني تريزمتك عندك حضور كتير هاي الفترة. شايفة انك ماسك يعني هون منتصر. هون في ما لا نهاية يعني منتصر بشكل كبير ويعني حتظلك فترة طويلة منتصر. ولكن زي ما قلنا بعد جهد بعد تعب فبدك تستنى شوي. اه تستنى عن نتيجة طبعا مش تستنى عن الجهد. الجهد لا بلش فيه من هلأ. اذا ما كنت يعني نبلش فيه. شايفة حتى عم تعمل توازن فيه موضوع الروحنيات عم فيه موضوع بتتمنى جدا كتير كتير يعني بتفكر فيه طول الوقت. عم بتحس حالك كتير مجروحة كتير ندمان. لا مش ندمان. كتير اه فيه موضوع ما عم تنام وانت تفكر فيه. ممكن يكون عمل او سفر او اه 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 فيه كمان شخص بهذا الكرت بيبين. شايفيتك رح تكون متفائل اكتر وكأنك جربت التشاؤم او الطاقة السلبية وما نفعت فشايفيتك عم بتحاول تغير تفكيرك عم بتحاول تعمل كنترول. اه فهون عم بشوفك بتحارب اول شي بعدين بتحصل على الاشياء الحلوة. فشايفيتك يا برج الاسد عم تتعب عشان توصل للمواضيع. المواضيع عم تتأخر قدامك. اه ولكن في هاي الفترة نهايتها خلينا نقول عم تحصل على اللي بالدكية. هون شايفيتك كمان شخص يعني بتخبي الطيب اللي بقلبك بتخبي كل شي بقلبك بتخبي شخصيتك الحقيقية اللي هي الطيبة والبراءة. بتحاول تصدر للناس هاي الفترة انه انت كتير قوي انه انت كتير يعني ماسك عشان ما يستغلون الاطراف التانين. اه بهذا الكرت بشوف في اه يعني اللي هو نهاية موضوع يعني عم بكرروا الاوراق اه نفسهم نهاية موضوع اه او انه في عندك كان اه فرص كتيرة. هذا بشوفه عاطفي اكتر. اه كان في عندك فرص كتيرة انت ضيعتها كرمال اه شخص وهذا الشخص رح تربحه. يعني انتظارك او اه خلينا نقول الصبر تبعك رح يجيب نتيجة والانسان اللي انت تستنى رح يجي. ان كان اه ان كنت اعزب او منفصل او كزا في شخص في بالك رح يجي نفس هذا الشخص. خلينا نشوف عاطفيا شوي. انسينا نقول الطاقات. الطاقات كانت اه على ما اذكر ترابية مائية نارية. شايفيتك عم بتكون شاعر هاي الفترة يا اسد. عم بتكون مشاعرك كتير جياشة لدرجة انك ممكن تكتب اه شعر او انت اساسا شاعر او عم تكتب شيء للحبيب حتى لو ما كان اه بورق ممكن على الانترنت او شيء عم عم بتوصل رسالة معينة للشريك. وحبايو دايما بنقول انه القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية. هون بيقولك انا عم بشوفه بيقولك انه البداية هلأ. ازا انت كنت ناوي انك تبادر بموضوع على سبيل العاطفة اه تبلش موضوع فبلش فيه هلأ. ما تتأخر لانه ازا اخرت شوي رح يروح عليك هذا اه الموضوع. شايفي انه فيه كان اه شوف يا انثى اه يا ذكر يعني ما فيه مشكلة كبير بالسن ممكن يكون واقف بطريق اه ساعاتك او اه اه بينك وبين الشريك. شايفوا هذا الشخص موجود لفترة معينة وبعدين انت رح يعني خلاص تكشف الامور وتبطل اه تبطل اه اللي هو تسمع او كزا رح يكون قرارك من انت. وهذا في مصلحة العراق العلاقة رح يصب لانه واحدة من العوائق عم بتروح عم تنتهي. شايفيتك في الماضي ما كنت اه تاخد او اه تدير بالك على العلاقة العاطفية كنت مهملها جدا كان الطرف الاخر يمكن يعطي كتير كتير وانت على العكس تماما. متل هو يعني يكون زي النار وانت بارد على الاخر او العكس طبعا لانه القراءة ممكن تكون عكسية. ولكن بعدين بشوف اه في في وقت لاحق في هاي الفترة طبعا اللي فتحنا عليها. اه في نهاية هاي الفترة لأ بشوف فيه اللي هو ظهور اه متل قناع كان كل واحد لابسه اه عن التاني عشان يكون غامض عشان كتمثيل يمكن انتو عم بتمثلوا على بعض انو مبسوطين وكزا. اه عم بشوف كشف اقنعة. ان كان انت او هو الاتنين رح تتصارحوا بالامور اللي فعلا اه يعني بتخدم العلاقة بتوديها لمرحلة اه جدية. اه رح تتعرض له لدرجة انو عائلتك ممكن تتأثر في هذا الموضوع. ولكن على يعني من اقصى اقصى المشاكل والنكد وكزا فجأة رح تقلب الامور لصالحك. رح تكون انت في القمة رح تنتصر على هذا الموضوع. ولكن هذا الموضوع يعني رح تكتشف بعدين انو كان في صالحك. كان في صالحك علمك اكتر خلاك اكتر حكمة. اه عرفك كيف تكون اه ناجح في النهاية. هون بما انو على العاطفة بشوف انو في عواصف كتير اه مرت ورح تمر على العاطفة. ولكن شايفه فيه بالاخر رواء في اه في انتصار على هذا الموضوع. اه من بعد ما كان فيه غيوم بطل فيه. هون فيه شوفه كيف الجو والكزا والمشاكل والعوائق و شغلات كبيرة عفوا. هون عم بتختفي هاي الامور بتظهر الشمس. فشايفيتك في القمة يعني. اه بالنسبة قلتلك رح تصير شاعري اكتر رح تصير اه 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 او الطرف الثاني. كمان رح تشعر بالالتزام. بدك تحول هاي رح يصير فيه تحويل اه للعلاقة رح تطور للمرحلة اللي بعدها. فكمان انا بشوف هاي الورقة ممكن تكون وراء الزواج. هون عم بشوف نفس الشي محكمة و اه عدل في جستس بالموضوع اه رح تتحقق في عدالة بالموضوع رح تتحقق اه بعدي ها رح يكون اللي هو الارتباط. انا بشوفه ارتباط. يمكن غيري يشوفه اشي تاني. طب خلينا نشوف اذا فيه نصيحة مثلا برج الاسد. اه بيقول لك كون ممتن ممتن. اه تطلق داخل الامتنان اه للكون. وهذا طبعا بيزيد من الطاقة الايجابية تبعتك. اه كون شاكر اكتر. احمد ربنا اكتر. وكأنه بيقول لك كون روحاني اكتر. اه على فكرة اللي بيشكر كتير. حتى اللي بيشكر الناس اه بيجي له طاقة ايجابية. بتتحول لطاقة ايجابية بتجي له. بتزيد عنده الطاقة الايجابية. اه فما بالك لما تشكر ربنا. يعني اه بيقول لك حتى عالشغلات الصغيرة حتى لو عالصحة يعني على اي شي عندك اياه او بتملكه. اه كون ممتن لالو. لانه هاي الطاقة جدا مفيدة لالك. اه بيقول لك مش كل مرة انت يعني مش تمثل مش كل مرة انت تخفي هذا الجانب البريء اللطيف منك وتحط ماسك انك اوي كتير ومش عارف ايش وهذا. بيقول لك اطلع شوي يعني من هذا الموضوع. خليك اه شوي بريء طبعا مع الناس اللي بتستاهل مش مع اي ناس. اه لكن بيقول لك انه ما تروح للا اه اكستريم في المواضيع. ما تروح لأقصى ما بعرف شو بسموها بس. ما تروح للا اكستريم في موضوع من المواضيع. خليك وسط يعني. لهيك لهيك. فاعمل توازن شوي في شخصيتك اه ما تحاول انك اه تضغط على حالك وتظهر القوة والصلابة. وانت من جوه كتير تعبان. بيقول لك عبر. طيب خلينا نشوف اه اوراكل تانية. وانت من جوهر. موسيقى 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 بيقولك هون انه دعواتك رح تنقبل في الآخر ادعي ربنا كتير اعمل هيلينج لحالك وكأنه عندك طاقات سلبية ممكن تكون لأنه بيدعيك للاستشفاء بيدعيك للتقرب أكتر يمكن من ربنا من تعميق الروحانيات اللي فيك ما تكون اللي هو تهتم بس بالأمور العمل الماد كزا لا روح للمشاعر روح للروحانيات خلي فيه اتصال بينك وبين القوة الكاملة اللي داخلك لأنه رح توصل لأشياء كتير حلوة إذا عملت هذا طلعوا معلنا كارتين خلينا نقرأهم اثنين بيقول لك أنه الملائكة رح تكون حواليك لحتى تقودك للإشي اللي أنت بدك إياه ولكن بيقول لك كمان بيقول لك أنه كون عندك الثقة بناس اللي حواليك وكأنه أنت فقدت الثقة في كل الناس أو قطعت علاقتك في ناس كتير بيقول لك كون شوي متوازن وحافظ على بعض العلاقات يعني مش الواحد دي يقطع حاله من كل الناس بيقول لك هون أنك يعني عم تتعرض لتحديات عم تتعرض لأمور وغدر من أصحاب من العائلة الفاميلي حتى منك أنت أنت عم تغلط أحياناً في حق الآخرين أو في حق نفسك أنت لا في حق نفسك أنت مش ناحية الآخرين بيقول لك أنه اغفر يعني اطلق طاقة الغفران ما يكون عندك في حقد أو غضب لأنه إذا كان عندك هدول المشاعر فهم يضرواك أنت ما بيضروا الناس الثانيين فدايماً بقول يعني حتى للمظلوم ما تقول حتى للمظلوم لا تقول أو تدعي على الطرف الثاني أو كذا يعني خلص الله يسامحه حتى روما كانت طالعة من قلبك أو أنه يعني حسبي الله هو نعم الوكيل يعني حل وسط فحبايدي برج الأسد فحبايدي برج الأسد خبايدي أدري اشتركوا في القناة